السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب النهاردة جاي لكم بوصفة حلوة جدا وموفرة جدا في ظل الغلاء اللي احنا فيه حشوة للسامبوسك موفرة وموجودة في كل بيت جبت بطاطس زي ما انتو شايفين كده وروحت سلقتها وجبت كمان كيس جزر وبسلة كده كانوا عندي في الفريزر اخدت كمية منهم وسلقتهم نص سلقة مش سلقة كاملة يعني ده شكلهم اهم بعد ما طلهم والبطاطس بعد ما تسلقت برضو هقطعطها كده وههرسها ودي شوية جبنا شيدر ممكن تستغنع عنهم لو مش موجودة عادي يعني مش حاجة اساسية بصل ومش كتير يعني بصلوية متوسطة ودي العاجلين اللي انا بقفل بيها السامبوسك هي عبارة عن دقيق وحبة مية بس كده طبعا جبت حلة على النار بقى وهبتدي انزل عليها الزيت عشان هدل البصل زي تشويحة كده يتبلبس مش عايزة هياخد لون ولا عايزة اي حاجة يعني هو يتبلبس وريحته تبتدي تطلع كده وهوريكم بقى الخطوات عايزة اقول لكم ان الوصفة دي اصلا وصفة هندية وطعمها لذيذ جدا هتعجبكم قوي وكمان موفرة جدا 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 يعني دلوقتي اللحم موفرومة غالية جدا عشان خاطر نحشي بها السامبوسك الجبنات برضو بقت غالية قوي فالوصفة دي يعني موفرة جدا جدا وهتعجبكم هتعجب الاطفال وكمان مغزية قوي بس بعد كده بعد ما دبلت البصلة حطيت عليها البطوطس المسلوقة وههرسها دلوقتي ههرسها بشوكة تهرسها بقى كويس قوي وكمان الوصفة دي حاب اقول لكم ان هي ممكن يعني انا الوصفة دي تلعت معايا كمية كبيرة انا كنت مفكرة انها هعمل كمية صغيرة يعني دي اصغر حالة عندي اصلا فتلعت الكمية كبيرة جدا فاللي تفضل عندي يعني حشية جزء واللي تفضل حطيته في الفريزر وممكن تستخدموه في اي وقت تاني عادي مفيش مشاكل طبعا بعد اما هرستها كويس البطاطس يعني مع البصل وكده انا كنت طفيت النار يعني هي النار كده مش شغلة او لو انتوا عايزين تسيبوا النار على نار واطية خالص خالص بسي ما لهاش لازمة يعني انتوا طفوها احد وبعدين حطيت عليهم الجزر المسلوق نص سلقة والبسلة وقلبهم كويس كده عشان يختلطوا كلهم ببعض وبعدين بقى هنزل عليهم التوابل التوابل دي حاجة يعني زي ما انتوا حابين ممكن تحطوا فلفل اسمر وملح تكتفوا بها كده ممكن تحطوا كمون زي ما انا حطيت انا حط كمون واحط ملح وبابريكا وكمان كركم هو كركم اساسي فيها حابين تستغنوا عنه مفيش مشكلة مش هيفرق في اي حاجة هي بس التوابل لو في حد ما بيحبش توابل كتير في الحاجة مش هتعجبه ممكن تشيلوا التوابل وهتبقى خفيفة وجميلة هي ملح وفلفل اسمر بس هتبقى حلوة جدا وبرضو الطريقة دي كانت حلوة جدا هي الطريقة دي اصلا الهندية الطريقة الاساسية بتاعتها وحطيت كمان حابة الكركم اهم زي ما قلت لكم هقلبهم بقى كلهم كويس جدا 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 عشان خاطر كل حاجة بتبقى واخضة من الطعام طبعا ما تزودوش توابل لان التوابل بتبقى زيادة عن اللزوم بتبقى مش حلوة يعني ممكن تحطوا زي ما انا حطيت او ممكن تستغنوا عنهم خالص وتستبدلوهم بالملح والفلفل الاسمر والوصفة دي حلوة جدا والله وعجبتني وعجبت كل اللدأها واحلى حاجة فيها ان هي مغزية كمان قوي فيها فواية كتير للاطفال اللي ما بتحبش الخضار وكده فهي جميلة قوي بس بفضل اقلبها كده شوية كده لحد لما الاقيها خلاص التوابل كلها دخلت فيها وبعدين هتدي بقى احشي السامبوسك انا كنت مولا عليها هنا نورها دي خالص الجبنة بقى الشيدر دي كانت موجودة عندي دي اختياري مش حاجة اساسية معنا لو عندكم جبنة شيدر جبنة متزرلة مش عايزين تحطوا جبنة اصلا مش هتفرق كتير الطعم ما اختلفش يعني لان انا حتى كمان كمية قليلة فما حسيتش الصراحة بتطعمها في السامبوسك بس كده وقلبتهم كويس برضو جدا لحدا ما كله اختلط ببعضه وفي الاخر النتيجة كتحلوة جدا والله جربوها مش هتندموا يعني هتعجبكم قوي عايزين تجربوكم اقل من كده برضو مفيش مشكلة لو على الاساس لو ما عجبتكمش يعني بس هي هتعجبكم ان شاء الله بعدين جبت السامبوسك طبعا السامبوسك دي يعني ازمة النسك ولها في نسك كتير ما بتعرفش تحشيها فانا بوريكم اهي الطريقة بقى دي بتاعتي في الحشو انا يعني اما كنت بوقف التصوير كنت بحشي كويس جدا السامبوسك وانا بصور حاسة ان انا مرتبكة ومش عارفة احشيها كويس مش عارفة كان في حاجة غلط يعني بس هي هتعجبكم والله شكلها حل وكمان انتم ممكن على فكرة تحشوها العجينة نفسها وتسيبوها في الفريزر وقتا ما تعزوها بعد وهي محشية يعني وقتا ما تعزوها تطلعوها تفكوها شوية بعدين تحطوها في الزيت وتحقو تقلوها وكده وهتعجبكم قوي هنا بقى اروح تقيق قفلها بالعجينة اللي انا عملتها اللي هي دقيق ومية هي مفروض العجينة دي تبقى يعني تقيلة شوية ما تبقاش سهيلة قوي كده بس كتحلوة برضو مكنت شوحشا وقفلت معايا السامبوسك عشان ما تفتحش في الزيت وكتحلوة جدا هكمل معاكم كام واحدة كده عشان تشوفوا الطريقة ويرب لو عجبكم الفيديو لكم كل جديد وكمان تكتبوا لي كومنت وتقولوا لي رأيكم في الوصفة دي ايه لو حد اجربها اسبكم بقى مع الخطوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبكم الفيديو بس اكتبوا لي كومنت حلو كده عشان اقدر اكمل لكم بقية الفيديوهات كل سنة وانتو طيبين مع السلامة موسيقى 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 موسيقى